لو حابب تغير شكل الويندوز للأشكال هاي تابع المقطع على الأخير أول شي بنحمل برنامج راين متر من الموقع بنضغط على داونلود و بنفتح البرنامج بنعمله تسطيب مثل ومتل أي برنامج تاني هاي بيكون نتحمل معنى البرنامج بنسكر هاي القوائم كليك يمين آخر خيار وهي الثانية وهي الأخيرة هلا بنرجع على المتصفح في أداة اسمه MD3 هل راح اترك رابط تحميله بالوصف بننزل شويلة تحت بنختار داونلود بيزيك بيرجين بننزل شويلة تحت بنحمل أول ملف مضغوط بنختار التنزيلات بنضغط على save هيك بيكون حمل معنى بنفك الضغط عنه استخراج الكل بنفتح الملف بعد ما بيفتح الملف بتفتح هاي القائمة بنتلك كل شيء مثل ما هو بنضغط على enstone أول ما بيفتح البرنامج بيفتح معنى بالشكل هات طبعا هو في منه نسخة برو ونسخة مجانية الفرق بيناتهم انه في بعض التصميمات ما بنقدر نستخدمها إلا باشتراك وهي صفحة الودجت والتاسك بار وباقي الاعدادات اللي فينا نغيرها راح نضغط على تاني خيار اللي هو خيار التاسك بار ونروح على تاسك بار لحتى نقدر نضيفه نضغط عليه ونختار style one طبعا اللي باللون الزهري هذا مدفوع بيتطلب اشتراك اول ما نضغط عليه منذ ما منلاحظ بيتطلب منا اشتراك طبعا فيه شغل لما لازم ننساها نضغط على الاعدادات ونروح على إضافة طابع شخصي بننزل على الألوان وبنتأكد من انهم فعلين وضع الدارك مود وهلأ منخفي التاسك بار تبع ويندوز بننزل لتحت وبنضغط كليك يمين اعدادات شريط المهام بنفتح سلوكيات شريط المهام اخفاء شريط المهام تلقائيا ننفعلها ومنطلع بعدين منروح على ايقونة الكوبايلوت نضغط كليك يمين وننزل على تاني خيار ونفعل بدل اللايت منخليه دارك مثل ما منشوف الايقونات تغيرت للدارك مود هلأ خلينا نسحب التاسك بار كله ننزله لتحت هلأ منروح على قايمة الويدجتز ونشوف هاي كل الويدجتز اللي منقدر نضيفها التاريخ والوقت نضغط على ايقونة الوقت ونختار ستايل مثلا اربعة او واحد نشوف اتنين ثلاثة اربعة طبعا اربعة افضل شيء احلى شيء منلغي الباقي منرفع الوقت لفوق شوي ومنرجع منختار التاريخ منختار ستايل ون نشوف ستايل تو كيف بيكون ستايل تو افضل منلغي الاولى ومنرجع منضيف الوجت تبع الطقس نحط ستايل ون ننزله شوي لتحت خلينا نضيف وجت الاحداث نضغط عليها او خلينا نضيف قبل الاحداث نضيف وجهة الموسيقى نضغط منختار ستايل ون وننزله شوي لتحت هيك ممتازة منرجع منضيف وجهة الملفات ستايل ون او نشوف ستايل تو ستايل تو افضل نسحبها نحطها عاليمين فوق هاي الغية بنرفع هاي عاليمين بالزاوية بنرجع منشوف شفي وجهة ممكن نضيفها نشوف علامة الايد هاي بنضغط عليها ستايل ون هاي سطوع الشاشة ننزله شوي لتحت ومنرجع منضيف وجهة الشحن ستايل ون كمان نسحبه لتحت ونضيف وجهة الأحداث وننورط على ستايل ون نسحبه لتحت عليمين وهيك ما نكون وصلنا لنهاية المقطع اذا عجبك المقطع لا تنسى تحط لايك واشتراك وكتب لي بالتعليقات اذا عندك اي استفسار او واجهت صعوبة باي شي اكتب لي وراح ساعدك نشوفكم بالفيديوهات الجاي اشتركوا في القناة